اكد معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تحقيق مملكة البحرين نتائج متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال حسب التقرير الصادر من البنك الدولي يعزز من تنافسيتها العالمية خاصة في المجال الاقتصادي بما يحقق المزيد من النجاحات ويساهم في تشجيع مختلف أوجه الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية ويخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة دعماً للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى تقديم وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي جلسة نقاشية لاستعراض إنجازات مملكة البحرين في مجال ممارسة الأعمال وتعزيز دور المرأة البحرينية وتقدمها أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين وصل نموه الإيجابي مع ثبات معدلات إنتاج النفط واستمرار نمو القطاعات غير نفطية بنسبة بلغت خمسين بالمئة خلال السنوات العشر الماضية منوها إلى أن إطلاق برنامج التوازن المالي واستمرار تنفيذ مبادراته الرئيسية مع تحديد آليات عملها ومؤشرات أدائها أسهم في مواصلة سير مملكة البحرين بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية على كافة الأصعد وهو ما برهنته النتائج الأولية خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما ذكر معاليه أن الإحصائيات الأولية لبرنامج التوازن المالي التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن بين المصرفات والإرادات الحكومية بحلول عام 2022 إذ تم خفض مستوى العجز الكلي بنسبة 38% حسب إحصائيات النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 وزادت الإرادات غير النفطية بنسبة 47% والإرادات النفطية بنسبة 10% في حين انخفضت المصرفات الإدارية بنسبة 14% من جانبه أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة وتجارة والسياحة أنه انطلاقا من موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين فقد حرص فريق البحرين ومن ضمنه فريق عمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعزيز هذا المبدأ من خلال العمل على المساهمة في إصدار وتعديل حزمة من التشريعات والقوانين التي هدفت إلى تبسيط وتسريع وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية وبموازات ذلك تم العمل وفق نظم إدارية متطورة ومتقدمة كنظام سجلات حيث حققت تلك الحزن من الإجراءات القانونية والإدارية نتائج ملموسة من شأنها تكريس مكانة المملكة الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وتبوء مملكة البحرين لمراتب متقدمة جدا في مؤشرات ممارسة الأعمال وهو منعك سجليا بإعلان البنك الدولي عن قائمة أفضل عشرين دولة الأكثر تحصنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من بينها مملكة البحرين وذلك من أصل مئة وتسعين دولة يضمها المؤشر ومن جهته يكد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك نجاح البحرين في تنفيذ أهم المبادرات التنموية كتسهيل بدء وممارسة الأعمال التجارية في المملكة وهو ما أثبتته شؤون الجمارك من خلال فوزها بالمركز الأول في جائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مشروع حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة أفق بالإضافة إلى اختيار البنك الدولي للجنة التخليص الجمركي التابعة لرئاسة شؤون الجمارك بمملكة البحرين كنموذج ناجح عالميا في تسير حركة التجارة وحلحلة المعوقات بين الجمارك والجهات ذات العلاقة والعاملة في المنافذ الجمركية مشيرا إلى أن العمل قائم على تحديث أجهزة الأشعة بجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان وتطوير النسخة الثانية من نظام التخليص الجمركي أفق إثنان والذي سيحتوي على أحدث التقنيات في علوم التكنولوجيا منها الذكاء الاصطناعي والبلوكشين لتخفيف الضغط في عمليات التحليل والاستهداف الذكي وجرى خلال الجلسة النقاشية استعراض أهم إنجازة مملكة البحرين في عملية إصدار رخص البناء حيث قامت البحرين بتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات المتعلقة بإصدار رخص البناء عن طريق إعادة هندسة الإجراءات والانتقال إلى نظام إلكتروني جديد وتم تجشين نظام بنايات في عام 2018 بهدف تسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى خمسة أيام كما تم استعراض تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال تقدم المرأة والتي عززتها منظومة العمل الوطنية التي تعمل بتكامل جميع الجهات على إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتعزيز دورها وفي القطاع اللوجستي أثمرت متابعة تطوير منطقة البحرين اللوجستية عن نتائج إيجابيتنا بارتفاع نسبة التأجير من 39% في 2015 إلى قرابة 81% اليوم واستقطابوا أكثر من 15 شركتنا في القطاع اللوجستي خلال الفترة بين 2015 و2018 باستثمارات بلغت أكثر من 480 مليون دولار إلى جانب السماح بنسبة 100% لملكية الأجانب في أنشطة القطاع اللوجستي كما تم استحداث أنشطة جديدة للخدمات اللوجستية وتطوير الشحن الجوي بإنشاء منطقة جديدة لشحن الجوي تقع شمال مدرج مطار البحرين الدولي واختتمت الجلسة باستعراض مجالات التحول الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حيث استطاعت أن تتبوأ مركزا رياديا في القطاع التكنولوجي من خلال تسخير قدراتها وإمكاناتها في عدد من المشاريع المهمة في مجال التكنولوجيا المالية ترجمة نانسي قنقر